جستاف أخباروا إيه؟ أنا بقول لحضراتكم لعب برازيلي مهم جدا في ناديه الكوريا عملت شغلة أكثر من رائع وكان حصل معاه على الدوري في كوريا الجنوبية ومن زمان أوي وقالت لكم خدوا الخبر مني ورموا وشوفوا إيه اللي حيحصل تركوا زمان سفيوا خلاص دي مرحلة أخيرة مع النادي الأهلي ومشي هكمل مع النادي الأهلي وقد كان وقلت لكم يوميها أن السبب الرئيسي هو اللي كان باللغة البسيطة بيعصي يستافه على الوصول أو على التعاقد مع النادي الأهلي لكن خلاص صفي ومرحلة وعدة مع السلامة وأصبح هذا اللاعب قريب جدا من الانضمام للنادي الأهلي اللي خلاص خلال ساعات قديلة قادمة تذاكر الطيران حيكون موجودة عنده حيشرفنا في مصر وحينضم للنادي الأهلي حيكون إضافة قوية جدا 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 لخط هجوم النادي الأهلي في الموسم القادم سواء كان في السوبر الإفريقي الجديد أو في رابطة الأبطال وأيضا في الدوري العام طيب موليكة حينضم ولا مش حينضم اللعب الكنغولي اللي من فترة يعني أنباء الأهلي حيجيبه لا مش عارف إيه لغاية دلوقتي الساعة واللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها ما بين آي وما بين لا لكن الأقرب أنه مش هيكون موجود في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة في النادي الأهلي أيضا مصطفى البادري المعار من النادي الأهلي إلى فيوتشر نادي فيوتشر من خلال علي ماهر بيطالب بتجديد عارضه إلى ناديه اللعب ظهر بمستوى أكثر من رائع خلال الدوري الحالي اللي النادي فيوتشر حصل فيه على المركز الرابع وحيشارك فيه الكنفدرالية الإفريقية للموثم الثاني على التوالي وبالتالي علي ماهر المدرب الكبير المدرب القدير مصمم على أن اللعب يكون موجود معاه خلال الفترة القادمة طيب ده في النادي الأهلي نادي الزمالك إيه اللي بيدور في نادي الزمالك هل المدير الفني ميكمل مع نادي الزمالك ولا أسيريو ممكن نلاقيه خارج نادي الزمالك الفترة القدم لما تسألني شخصيا أقولك واحد من المدربين لو خاد الفرصة كاملة هيخلي نادي الزمالك في مكان تاني على الرغم من النتائج سواء كان في مباراة الأهلي أو مباراة المعاولين أو مباراة فرق والتي تعادل فعب بعد ما كان متقدم بهدفين مقابل لشي لكن فكر الراجل محتاج شوية شغل محتاج إن اللعيبة تحفظ طريقة اللعبة بتاعته وبالتالي الراجل ده لو خاد الفرصة الكاملة في نادي الزمالك هيخلي الزمالك يرجع مرة تانية